إذن هي مصر حسن الأمة وصمام أمانها وأمنها على مار التاريخ وفي القلب منها تتعلق القضية الفلسطينية ومع تفاقم العدوان الغاشم باتت مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني والملبي لاحتياجاته مهما بلغت الظروف لا طالما كانت قضية فلسطين قضية العرب بل قضيتهم الأولى على مر التاريخ ومن أجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما بعد يوم من أجل الانتصار للإنسانية وحفظ الحق لأصحابه دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور يكمل بعضها بعضا تحت مظلة دعم الإنسانية فمصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحوما وملابس وبطاطين بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى بل رفضت مصر إجلاء أي رعاية أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية وفي هذا الإطار لم يغلق معبر رفح الحدودي أبوابه يوما لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية القادمة من جميع أنهاء العالم كما حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل دولة الاحتلال وفي إجراء جديد يظهر الإصرار المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين قامت مصر بتنفيذ عمليات إسقاط لمساعدات رذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول